عقد فريق العمل البحريني البريطاني المشترك اجتماعه في العاصمة البريطانية لندن أمس حيث رئيس معاليش خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية الجانب البحريني فيما رأس سعادة السيد توبايس إلدور وزير الدولة البريطانية للشؤون الشرق الأوسط الجانب البريطاني وقد تم خلال الاجتماع بحث العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والقائمة منذ أكثر من مئتين عام وسبل تنميتها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات بما يؤدي إلى استمرار تقوية التنسيق بين الجانبين إذا مختلف القضايا وفي كافة المحافل والانتقال بمختلف أوجه التعاون إلى مراحل أكثر تقدما تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين كما تطرق الاجتماع إلى آخر القضايا والمستجدات على ساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة الجهود الموجهة إلى ترسيخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي ومواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر